إلى قطاع الفلاحة غمرت المياه القدرة هكترات من الأراضي الزراعية بقرية منزل الأبطال بولاية سكيكدا بعد أن تم سد مجراها ما تسبب في منع العديد من الفلاحين الوصول إلى أراضيهم لمزاولة أعمالهم نتابع مع محمد حمد هي ليست بحيرة الطيور المعروفة بل بحيرة المياه القدرة بقرية منزل الأبطال بعزابة في سكيكدا أصبحت كذلك بعد أن تم سد مجرا المياه القدرة لتمرير آليات كبيرة أمر أدى إلى إتلاف مساحات كبيرة من المحاصيل الزراعية يجي تقفل الطرق لتعقب المعدات تحق من تعدي تغلق الطريق ويعودوا يفتحها دور كرام غلقوها ومزادوش فتحها طول وكتشوف عندنا المياه القدرة فوق الأرض وعندنا تلفتنا المحصول والطريق ما كانش منين نعدي ولا أراضي تحمل الفلاحين فلاحوا المنطقة باتوا عاجزين عن الوصول إلى حقولهم بعد أن غمرت المياه القدرة الطرق المؤدية إليها هذه البحيرة اللي ما خلتناش نخدمه قافلينها علينا نعديه أعيش في بل والمطريال ما الجوش من نعقبه نعقبه في سريعة وفوق ظهورنا والمشاكل الكاثرة علينا والخدام اللي يسديه ما يروحش معك نحن هذه البحيرة التلمية القادرة ما خلتناش نخدمه الرواح كاريها والأمراض والطرق مغلوقة ما عندناش من نعديه للأراضي انتعنا هو بضع سيصل إلى حد كارثة بيئية تهدد الصحة العامة في ذل غياب المسؤولين المباشرين الذين يفضلون المكاذب المكيفة على حل مشاكل المواطنين